صباح الكلمة الحلوة واللحن العبقري والروح المصرية الجميلة الأصيرة النهاردة 21 أبريل ده تاريخ بيشترك فيه ثلاثة من عمالقة الفن والإبداع في مصر ثلاثة من أكابر البلد وما فيش زي المبدعين من أكابر البلد العبقري صلاح جهين الخال عبد الرحمن الأبنودي الموسيقار الفذ سيد مكاو زي ما جمعتهم رحلة الحياة في أعمال ومواقف مختلفة وزي ما تشبهت رحلتهم في الصعود والنجاح والكتابة والفن شاءت الأقدار أن يجمعهم يوم واحد في الغياب والفراء يوافق ذكرى رحلهم 21 أبريل سنة 85 رحل العبقري صلاح جهين في اليوم نفسه من سنة 1967 رحل العظيم سيد مكاوي في نفس اليوم من عام 2015 رحل الخال عبد الرحمن الأبنودي حكايات كتير وسيرة عمر وفن ربطت جهين بمكاوي الاتنين عشاق للفن والاتنين ممتلئين بالمعرفة مشتبكين مع الحياة اليومية والاتنين كل واحد فيهم بيشاعب بهجة وسخرية في مجاله قصة الصحوبية الممتدة بين مكاوي وجهين ابتدت لما جهين رح يدور على سيد مكاوي وكان غنى أغنية مشهورة جدا في الوقت ده الأغنية كانت بتقول آخر حلاوة مفيش كده ماتسي الله يا مساعدة نروح السيدة بالفعل اتقابله في النهاية على قهوة نشاط في منطقة المنيرة وأول مجاهين وصل دعبه مكاوي وقال له أنا في انتظارك مليت كانت الأفشات بينهم متبادلة وكانت الصحوبية بينهم قد ايه قوية الصدفة وحدها هي اللي لعبت دور كبير في ان يظهر أوبيرات بحجم الليلة كبيرة الشاعر او الراحل الكبير صلاح جهين قرر لما راح يزور صاحبه المطرب سيد مكاوي وكان وقتها طبعا زي ما كنا بنقول قاعد في حي سيدة كان وقتها مولد سيدة زينب وده كان في بداية الخمسينات وهم قاعدين ابتدى صلاح جهين يدون خواطر شعرية مستوحى بقى طبعا من أجواء المولد اللي موجودة وابتدى بالفعل سيد مكاوي لحنها وخرجت في النهاية أغنية مدتها عشر دقائق ما اكتفوش راحوا بعد بعض الإزاعة المصرية وابتدوا يسجلوا الأغنية اللي اتحاولت بعدها لأوبرات مدته أربعين دقيقة عشان يبقى الأشهر في مجال مصرح العرايس ويحتفظ بمكانته اللغاية دلوقتي ومين ما عندوش ذكرات مع الليلة كبيرة الليلة كبيرة كلنا حفظينها وكل ما منشوفها كده على شاشة التلفزيون بنحس ببهجة غير طبعية التلاتة عبد الرحمن الأبنودي صلاح جهين وسيد مكاوي استطاعوا كده أن هم يقدموا الروح المصرية ما فيش زيهم حد في تاريخ الإبداع المصري عارف كده يمسك بالروح المصرية الجميلة التلاتة كانوا منحزين للمصري منحزين للثقافة والروح والبهجة والحياة المصرية